الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة الحمد لله أن جعلنا مسلمين واستخلفنا في الأرض لدعوة الناس كافة إلى عبادة رب العالمين سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانك سبحانك يا عظيم يا ودود يا غفور يا شكور يا رحمن يا رحيم يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام أيها الإخوة لقد كان للصحابة رضي الله تعالى عنهم وقفات وتأملات في آيات الله عز وجل وأسمائه الحسنى يلوذون بها ويلجؤون إليها في كل أوقاتهم لتمنحهم السكينة والطمأنينة وراحة البال وتحثهم على الإقبال على الله ومن أعظم أسماء الله تعالى وصفاته وأجلها هذا الاسم الكريم الغفار الذي اشتق من المغفرة كما اشتق منها أيضا اسمه تعالى الغافر والغفور ولا شك أن كل أسماء الله تعالى عظيمة وذات شأن وأثر كبير لكن هذا الاسم بالذات وغيره من أسماء الجمال كالودود واللطيف والكريم والرحمن والرحيم تمثل بالنسبة للعبد طوق نجاه وأملا لا ينقطع معه الرجاء أبدا مهما بلغ الذنوب العبد وأخطاؤه إذا تاب وأناب واستغفر وترق باب مولاه الذي لا يغلق أبدا في وجوه التائبين والمنيبين والمستغفرين فاللهم اغفر لنا وارحمنا واجعلنا مع الرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثق الموازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا اللهم إنا نسألك الدرجات العلا من الجنة اللهم آمين اللهم آمين يروى أن صحابيا أذنب ذنبا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا وهو يبكي ويقول يا رسول الله لقد ارتكبت ذنبا عظيما وما أراني إلا هلقت بسببه فهل لي من توبة وأشفق النبي صلى الله عليه وسلم كما أشفق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على هذا الرجل وهم يرون شدة نحيبه وبكائه ورغبته الصادقة في التوبة والإنابة ولم يمض وقت طويل على إقرار الرجل واعترافه حتى نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أن الله تعالى هو غافل الذنب وقابل التوب وأنه قد قبل توبة عبده قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين فجعل الله تعالى لاستغفار والصلاة وفعل الخيرات سببا لمغفرة الذنوب وقبول التوبة وأحس الرجل وهو يستمع إلى هذه الآية الكريمة أن طوق نجاة يمتد له من السماء لينتشله وينقذه من الغرق المحقق وكأنه قد ولد من جديد فراح يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في لهفة أهذه الآية لي خاصة يا رسول الله فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها له ولمن أخذ بها وعمل بها من أمته فاستبشر المسلمون بذلك استبشارا عظيما وحمد الله الذي لم يعجد لهم بالعقوبة بل فتح أمامهم أبواب توبته وشملهم جميعا بعفوه ورحمته فسبحان الله تعالى الغفار الذي يغفر الذنوب ويستر العيوب ويكشف الكروب ولا يغلق باب توبته أمام المستغفرين والتائبين أبدا والغفار صيغة من صيغ المبالغة تدل على الكثرة وهو ما يؤكد على عظيم ستره وصفحه وعفوه الدائم والمستمر وتجاوزه عن الإساءة تلو الإساءة شريطة أن يتوب العبد ويستغفر ربه ويقلع عن المعاصي حكي أن رجلا تاب بعد أن كبر وشاخ فكان يقول في مناجاته إلهي لقد أبطأت في المجيء فهتف به هاتف إلى متى تقول أبطأت في المجيء إنما أبطأ في المجيء من مات ولم يتب فيا لها من رحمة عظيمة ومغفرة لا مثيل لها لو علم العاصي والمذنب بها ما تأخر ساعة في التوبة والإنابة ومادة غفر في اللغة تعني الستر ويستعمل هذا الاسم أو هذه المادة بمعنى الصفح والعفو والإزالة والمتتبع لمواضع هذا الاسم الكريم في القرآن الكريم سيجد أنه لم يخرج عن هذا المعنى فالله سبحانه وتعالى هو الذي يغفر ذنوب العبد ويسترها ويمحوها ويثيب العبد عليها إذا تاب وأناب قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله وإني لغفار لمن تاب أي تاب من الشرك وآمن أي وحد الله وعمل صالحا أي أدى فرائضي وعن قتاده وإني لغفار لمن تاب من ذنبه وآمن به وعمل صالحا فيما بينه وبين الله ثم اهتدى أي لم يشك في إيمانه وقد يأتي الاستغفار مرادفا للتوبة والعفو وإن كان بين هذه الكلمات بعض الفروق الدقيقة فالاستغفار معناه طلب المغفرة بالدعاء والتوبة أو بغيرهما من الطاعة أما التوبة فتعن الندم على الخطيئة مع العزم على عدم العودة للمعصية فلا تقبل التوبة مع الإصرار ويعني الغفران إسقاط العقوبة مع استحقاق الثواب والجزاء من الله أما العفو فيقتضي إسقاط اللوم والعتاب ولا يقتضي إيجاب الثواب هذا مما قاله أبو هلال العسكري في كتابه الذي أشرنا إليه مرارا الفروق اللغوية وقيل في الفرق بين الغفور والغفار إن الغفور معناه كثير المغفرة وهو ما يعني صيانة العبد عما استحقه من العقاب للتجاوز عن ذنوبه ولعل الغفار أبلغ منه لزيادة بنائه وقيل الفرق بينه وبين الغفار أن المبالغة فيه من جهة الكيفية وفي الغفار باعتبار الكمية وما أكثر أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي تتحدث عن مغفرة الله تعالى للذنوب ورحمته التي وسعت كل شيء ومن تلك الأحاديث ما رواه الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه في جامعه الصحيح حيث روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله إن عبدا أصاب ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا آخر فاغفر لي قال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثم أصاب ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا آخر فاغفر لي قال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فقد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء ولقد كان للصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم كما أشرنا شأن عظيم وتأملات مدهشة مع آيات الذكر الحكيم فكشفوا عن العديد من ضرره ولا طائفه ولا عجب في ذلك فهم أول من تلقى القرآن الكريم غضا نديا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاش كل واحد منهم وفق آية أو معنا بعينه واتخذ منها شعارا يجاهد من خلاله رغبات النفس والهوى والغواية فكان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يعيش في رحاب قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وكان يعتبر هذه الآية هي أرجى آية وأنفع آية في كتاب الله عز وجل وكذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وكان سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يتأمل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وكان يقول تعقيبا على هذه الآية العظيمة لقد جمعت حروف القرآن الكريم فكانت ثلاثمائة ألف وخمسة وعشرين ألفا وثمانية وسبعين حرفا فلو لم يكن في كتاب الله تعالى بشارة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم سوى حرف الياء في قوله تعالى عبادي لكفتهم فكما أنه ليس بين الدال والياء في قوله عبادي حجاب فكذا ليس بين المؤمن العاصي وبين رحمة الله حجاب وهذه والله من المعاني العظيمة والفتوحات التي يفتح الله تعالى بها على عباده الأنقياء الأصفياء الذين يتأملون كتاب الله سبحانه وتعالى ويعملون به لا يقرؤون القرآن ويزدادون منه تلاوة لكي يحصوا ويعدوا ما قاموا به في اليوم والليلة كما نفعل نقول نحن ختمنا القرآن الكريم خمس مرات أو مرتين أو مرة أو إلى غير ذلك وإنما كانوا يقرؤون القرآن ليعملوا به كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يحفظ سورة البقرة كما روي في سنوات وسنوات مع قدرته على أن يحفظها في وقت قصير لكنه كان يقرأها قراءة المتدبر والمتأمل والعامل بما جاء في هذه الصورة كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وسائر الصحابة ربما سمع الآية ونحن نسمعها مرارا فكان يعني يغشى عليه وكان الناس يعودونه ولا يعرفون ما أصابه فسبحان الله يعني نحن بحاجة إلى التعامل مع القرآن الكريم بصورة مغايرة وبصورة مختلفة لا نريد أن نبلغ من القرآن مبلغا في التلاوة ولكن أن يبلغ القرآن فينا يعني تأثيرا وأثرا وتهذيبا وسلوكا هكذا تكون التلاوة النافعة والتلاوة التي تقربنا من المولى عز وجل وبالطبع فإن هذا المعنى لم يغب عن مفسر كتاب الله إذ توقفوا طويلا عند آيات الرحمة والمغفرة وبينوها للناس حتى لا ييأسوا من رحمة الله التي وسعت كل شيء ومن أجمل ما قيل حول قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ما ذكره الفخر الرازي رحمة الله عليه في كتابه مفاتيح الغيب حيث يقول اعلم أن هذه الآية تدل على الرحمة من وجوه الأول أن الله سبحانه وتعالى سمى المذنب بالعبد فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا ما قال يعني وصفهم بأنهم مذنبون سترا لهم أنه سمى المذنب بالعبد والعبودية مفسرة بالحاجة والذلة والمسكنة واللائق بالكريم إفاضة الخير والرحمة على المسكين والمحتاج الأمر الثاني أنه تعالى أضافهم إلى نفسه بياء الإضافة فقال يا عبادي وشرف الإضافة إليه يفيد الأمن من العذاب الثالث أنه تعالى قال أسرفوا على أنفسهم ومعناه أن ضرر تلك الذنوب لن يعود إليه هم أسرفوا وأخطأوا والخطأ هنا يعني يعود عليهم هم بل هو عائد إليهم فيكفيهم من تلك الذنوب رجوع ضررها إليهم ولا حاجة إلى إلحاق ضرر آخر بهم أما الأمر الرابع فأنه تعالى قال لا تقنطوا من رحمة الله فنهاهم عن القنوط فيكون هذا أمرا بالرجاء والكريم إذا أمر بالرجاء فلا يليق به إلا الكرم والأمر الخامس أنه تعالى قال أولا يا عبادي وكان الأنسب أن يقول لا تقنطوا من رحمتي لكنه عدل عن هذا اللفظ وقال لا تقنطوا من رحمة الله لأن الضمير يعود على اسم سابق لكن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا اللفظ وقال لا تقنطوا من رحمة الله لأن قولنا الله أعظم أسماء الله وأجلها فالرحمة المضافة إليه يجب أن تكون أعظم أنواع الرحمة والأمر السادس أنه قال لا تقنطوا من رحمة الله وكان الواجب أن يقول إنه يغفر الذنوب جميعا ولكنه لم يقل ذلك بل أعاد اسم الله وقرن به حرف إن المفيد لأعظم وجوه التأكيد وكل ذلك يدل على المبالغة في الوعد بالرحمة والسابع أنه لو قال يغفر الذنوب لكان المقصود حاصلا يعني يكفي يغفر الذنوب الذنوب جمع ويغفر يمحو كما ذكرنا لكنه أردفه باللفظ الدال على التأكيد فقال جميعا وهذا أيضا من المؤكدات كل هذه بشارات ذكرها الفخر الرازي الحقيقة وهذا الرجل له يعني استنباطات ينبغي أن نرجع إليها والثامن أنه وصف نفسه بكونه غفورا ولفظ الغفور يفيد المبالغة التاسع أنه وصف نفسه بكونه رحيما والرحمة فيها فائدة إضافية على المغفرة فكان قوله إنه هو الغفور إشارة إلى إزالة موجبات العقاب وقوله الرحيم إشارة إلى تحصيل موجبات الرحمة والثواب وأما الأمر العاشر أن قوله تعالى إنه هو الغفور الرحيم فهو يفيد الحصر ومعناه أنه لا غفور ولا رحيم إلا هو وذلك يفيد الكمال في وصفه سبحانه بالغفران والرحمة فهذه الوجه العشرة مجموعة في هذه الآية وهي بأسرها دالة على كمال الرحمة والغفران ونسأل الله تعالى الفوز بها والنجاة من العقاب بفضله ورحمته إن الإسلام دين واقعي نزل ليطبقه الناس على أرض الواقع ولا يمكن تصور عدم وقوع الإنسان في خطأ ما فهو ليس معصوما من الخطأ كما هو حال الملائكة لذلك يأتي هذا الاسم الجليل ليفتح آثاق التوبة أمامه ويأخذ بيده لطريق الهداية والاستقامة وتصحيح أخطائه وعدم التمادي فيها تأمل هذا الحديث الشريف مليا وانظر إليه بقلبك ومشاعرك لتدرك مدى رحمته وعظيم مغفرته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يدنو من المؤمن أي يوم القيامة فيضع عليه كنفة ويستره من الناس فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال أي الله تعالى فإني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم قال فيعطى كتاب حسناته رواه البخاري بلفظ قريب ولكي يكون الاستغفار مقبولا ينبغي أن يكون صادرا من قلب مؤمن عامر بالخير مقر بذنبه عازم على عدم الوقوع في المعصية أما إذا كان مجرد كلام يخرج من طرف اللسان دون أن يصحبه عمل وإقرار فإنه أشبه ما يكون بالسراب الذي يحسبه الضمآن ماء وما هو بماء أو كما قيل الاستغفار باللسان دون الفعال هو فعل الكذابين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له وما أجمل ما قاله حجة الإسلام أبو حامد الغزالي عن معنى اسمه تعالى الغفار ونحن نذكره هنا ملخصا وبعبارات بسيطة وفيها بعض التصرف ليستفاد من كلامه وهو كلام يستحق التأمل والتدبر حقا يقول رحمه الله الغفار هو الذي أظهر الجميل وسطر القبيح والذنوب من جملة القبائح التي سطرها وذلك بإسبال الستر عليها في الدنيا والتجاوز عن عقوبتها في الآخرة والغفر هو الستر وأول ستره على العبد أنه جعل مقابح بدنه التي تستقبحها الأعين مستورة في باطنه مغطاة بجمال ظاهره فكم بين باطن العبد وظاهره في النظافة والقذارة وفي القبح والجمال فانظر ما الذي أظهره وما الذي ستره وأما ستره الثاني فقد جعل الخواطر المذمومة والهواجسة والأفكار القبيحة التي تدور في نفسه محجوبة ومستورة عن الناس لا يطلع أحد على سره ولا ما يدور بخلده ولو انكشف للخلق ما يخطر بباله من وساوس وما ينطوي عليه ضميره من الغش والخيانة وسوء الظن بالناس لمقتوه وربما سعوا في تلفه وهلاكه وإيذائه فانظر كيف ستر الله عن الناس أسرارنا وعوراتنا وأما ستره الثالث فهو مغفرته ذنوب العبد التي كان يستحق الافتضاح بها على الملأ وقد وعد أن يبدل سيئاته حسنات ليسطر مقابح ذنوبه بثواب حسناته ما دام أنه قد مات على الإيمان وحظ العبد من هذا الاسم الجليل الغفار أن يسطر على المسلمين كما ستره الله قال صلى الله عليه وسلم من سطر على مؤمن عورته سطر الله عز وجل عورته يوم القيامة وأن يداوم على الاستغفار فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر دائما الاستغفار لأن الاستغفار إن لم يكن من ذنب فهو باب من أبواب الذكر والثناء على الله وعلى العبد ألا يغتر بستر الله له وبعظيم عفوه وغفرانه فيتمادى في المعصية لأن الاجتراء على ارتكاب المعاصي وعدم الندم على ذلك باب من أبواب الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى يعني أنا يحضرني هنا معنى جميل قاله ابن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول الستر نوعان ستر عن المعصية وستر في المعصية أو ستر عن الذنب وستر في الذنب المعنى إن بعض الناس يطلب الستر من الله وهو يعني يفعل المعصية يعني يستره عن العيون فلا يراه الناس يعني وهو يرتكب هذه الذنوب لكنه يرتكبها لكن الستر عن الذنوب حجب عنها فالإنسان يطلب من الله أن يستره عن الذنب أي لا يواقع هذا الذنب ولا يأتيه سواء رآه الناس أم لم يروا لأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه ويراه حتى وإن ظن الناس به خيرا وأحسن الظن به فهذا معنى جميل يعني يستحق التدبر والتأمل ولقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم ويقول هذا دائما يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإصرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير وسيد الاستغفار كما علمنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الدعاء اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به مننا واختم لنا بخاتمة السعادة وأمتنا على كلمتي الشهادة إنك أنت الغفور الرحيم إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني وما لي حيلة إلا رجائي لعفوك إن عفوت وحسن ظني فكم من زلة لي في البراية وأنت علي ذو فضل ومني إذا فكرت في قدمي عليها عضدت أناملي وقرعت سني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني وقد ورد اسمه تعالى الغفار في القرآن الكريم خمس مرات اقترن في ثلاث منها باسمه تعالى العزيز وانفرد مرتين والآيات التي ورد فيها هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار وقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار وقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأن أدعوكم إلى العزيز الغفار فالعزيز هو الغالب على أمره الذي لا يستعصي عليه شيء القاهر لكل شيء الذي من عزته أوجد هذه المخلوقات العظيمة وسخرها تجري بأمره ولا شيء ولا أحد يخرج عن أمره وعن طاعته والغفار هو الذي يغفر الذنوب يعني كما قلنا الغفار صيغة مبالغة فهو الذي يعني يغفر الذنوب الكثيرة لعباده التائبين والمنيبين الذين يعني يستغفرون الله سبحانه وتعالى ويعودون إليه دائما يعني أصحاب الضمائر وأصحاب اليقظة وأصحاب النفس اللوامة وأصحاب المعاتبة يعني لا يفعلون الذنب وينامون وهم يعني في راحة وكأنهم لم يفعلوا شيئا وإنما يعني تتجافى جنوبهم عن المضاجع ويعني الأمور الصغيرة هم يرونها عظيمة لماذا؟ لأن الذي يعصى لأن الله سبحانه وتعالى الذي ترتكب هذه الذنوب يعني في حقه هو إله عظيم فالذنب بجانب الله سبحانه وتعالى لا شك أنه مهما عظم فهو صغير لكن الله سبحانه وتعالى حين ننظر إلى عظمته فإننا يعني نستعظم كل شيء حتى وإن كان بسيطا لأن الله سبحانه وتعالى خلق لنا يعني من الوسائل ومن الأمور ما نستطيع به أن نتغلب على الشهوات وعلى المعاصي وفتح باب التوبة إن عصينا وإن أخطأنا وإن أذنبنا أن نعود ونتوب إلي وربما كان في اقتران هذين الإسمين بالذات العزيز الغفار ما يعني يجعل الإنسان ينظر في أسماء الله تعالى الحسنى نظرة صحيحة ويتعامل معها تعاملا صحيحا لأن اسم الله تعالى العزيز يرثه الخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى واسمه تعالى الغفار يجعله لا ييأس أبدا من رحمة الله تعالى فهو دائما يعيش بين الخوف والرجاء ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى كلما أذنب وكلما عصى اللهم إني أسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقلت حيلتي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك فأسألك يا كافي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور اللهم ما قصر عنه رأيي وضعف عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك فإني أرغب إليك فيه وأسألك إياه يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم احفظنا فيما أمرتنا واحفظنا عما نهيتنا واحفظ لنا ما أعطيتنا يا حافظ الحافظين ويا ذاكر الذاكرين ويا شاكر الشاكرين بحفظك حفظوا وبذكرك ذكروا وبفضلك شكروا يا غوث يا مغيث يا مستغاث يا غياث المستغيثين لا تكلني إلى نفسي يا رب طرفة عين فأهلك ولا تكلني إلى الخلق فأضيع اكلأني كلاءة الوليد ولا تخلى عني وتولني بما تتولى به عبادك الصالحين اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وبقدرتك علي تب علي إنك أنت التواب الرحيم وبحلمك عني أعف عني إنك أنت الغفار وبعلمك بي أرفق بي إنك أنت الرحمن الرحيم وبملكك لي ملكني نفسي ولا تسلطها علي إنك أنت الملك الجبار سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنك أنت ربي لا إله إلا أنت إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وألهمني يا رب رشدي وقني شر نفسي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارزقني حلالا لا تعاقبني علي وقنعني بما رزقتني واستعملني به صالحا وتقبله مني اللهم إني أسألك أن تصلي على عبدك ونبيك محمد وعلى آل محمد وأسألك العفو والعافية وحسن اليقين والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آل محمد وأعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر